من يقدمون خلنا نقول فد 300 شخص على دائرة حكومية وينقبلون تمام وبعد فترة تجي قوائم بعدم قبول هذول 300 شخص ليش برأيك 300 شخص ينطردون من مؤسسة تمام هم مقدمي لها حكومية ينطردون شنو الأسباب برأيك يعني شنو ممكن تتوقع يعني ممكن واحد عليه قيد جنائي ماشي ممكن واحد قبل أهلنا قبل يقولون هذا مطيرتشي ما يتعين ممكن يعني تصير أو ممكن عليه قضية شغلة قضية مخلة بالآداب ممكن تمام ممكن بس لما يكون 300 واحد متقدمين على وظيفة وينرفضون لأنه ما عندهم أخلاق تخيل 300 واحد ما عندهم أخلاق سؤال الدولة هاي العميقة شلون عرفت هذول 300 واحد ما عندهم أخلاق خليشوف الفيديو وبعدين أنا أشوف الشون عرفه بالله عديموا الأخلاق 399 متقدما على وزارة الدفاع نعتتهم الحكومة بهذه الصفة لتلغي بذلك تعيينهم الذي تم تضمينه بالموازنة العامة في مفارقة غريبة تحدث لأول مرة في العراق نظمنا وكيفنا الحمد لله والشكر قلنا راح تمشي الأمور اتفاجئنا بصدور كتاب من مكتب رئيس وزراء يقول إنه أنتو تمتنعون من التعيين وذلك لفقدانكم أحد شرط الخدمة المدنية ضمن المادة السابعة الفقرة الرابعة واللي يقول فقدانكم شرط حسن الأخلاق هل من المعقول إحنا 399 نفر كنا عديمي لأخلاق؟ أغف 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 لا أرجع لي أرجع لي علي شوية بس شوية أغف بشرفكم والله هذا غير هذا أنا إذا أشوفه بالشرح هذا شي صول فيقني يعني هل قد ما عنده أخلاق إشقد مؤدب؟ إشقد مؤدب ون بيين ابن عائلة زين ليش هذا ما عنده أخلاق يعني؟ سؤال يعني زين شون عرفتم ما عنده أخلاق؟ طبيتوا ببيتهم طبت اللجنة عاشت ويا سوت معايشة بالبيت شون عرفته يا حكومة السوداني يا القائد العام للقوات المسلحة شون عرفت هذا ما عنده اخلاق شغل شغل خلنشوف الباقين شغل احنا 399 نفر كنا عديمي لأخلاق هل من المعقول انه دولة تخاطب مواطنة بهذا الشكل زين احنا ويانا بنات ما يقارب اكثر من 30 ابنية هل من المعقول انه 399 شاب وبينت انه دولة ينوصفون بعديمين لأخلاق شون دولة شون رئيس الوزراء يرضى بهذا الشي لا ارجع لي علي ارجع لي شوي ارجع لي علي بس اشوفه بس اسألكم بالله هذا الكلام اللي حتاه ما الواحد عنده اخلاق لو ما عنده اخلاق يعني شوف اذا هسه نجي نحط مقياس صغير شوف حتشة وانتقد بدون ما يتجاوز وبدون ما يغلط وبدون ما يسوي زين اذا هذا ما عنده اخلاق لعد العرداوي عنده اخلاق لعد حيدر البرزانتش عنده اخلاق لعد هذا الكندي عنده اخلاق البرزانتش اللي يتجاوز ويغلط على العالم تطو وظيفه بالجامعة وهذول المؤدبين والد العوائل تقولون عليهم ما عندهم اخلاق انتو شنو الاخلاق بالنسبة لكم انا اعرف شنو دواكم انتو ما تشوفون انا هنا انا قاعد لكم حل لانه انتو بلا اخلاق حكومة بلا اخلاق انتو تفصلون اربعمائة شخص بيهم ميتين بنية تقولولهم انتو مفصولين لانه ما عندكم اخلاق خليس مع القائد العام للقوات المسلحة بعدين اكتشفنا بعدين اكتشفنا خليس مع القائد العام للقوات المسلحة اكتشفنا انه هم فصلوا اربعمائة واحد عندهم اخلاق وجابوا بكانهم اربعمائة واحد بلا اخلاق شغل الفيديو ويقول المتقدمون أن الإلغاء جاء بعد إضافة أعداد جديدة لقائمتهم قبل موعد الفحص من قبل جهات أجبرتهم على الاختبار معهم والرضوخ للأمر الواقع من راح نفحص تفاجئنا أي كمل كمل أن القائمة الموجودة هي عبارة عن 780 شخص فمن دنيت قلناهم يا با إحنا 399 من يتجول 780 قالوا ما لكم دخلوا فحصوا سمعت طلعوا هذولة ولد العوائل اللي عدوا مخلاق واستبدلوهم بأربعمائة واحد ما عدوا مخلاق يا حكومة البلأخلاق قرت عينك يا شعب قرت عينك يا وطن يا أبو الحضارات أنتو كل عقلكم أربعمائة واحد ولد عائلة أو ولد عوائل تريدون تتعينون بالدولة ويخلون ولد الشوارع ما عدهم شغل أنتو كل عقلكم حبيبي هم دا يريدون يوصلوك أي واحد ابن عائلة يلا 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 طلع اطلع اطلع هذا مو بلدك اطلع اطلع